اشتركوا في القناة الكلام اللي انا كنت عايزه بس للأسف الشديد انه مش هيدوم كتير بعد ما فقدت الامل دلوقتي جات لي الفرصة فانا بقى لازم استغل لها وانتهس فكرة منتو علشان اقول لها كل اللي جواي برحتي من غير تردد انت عارفها الساري اللي انت لابسها ده شكله جميل ومخلكي زي الامر هي هترد بتقول ايه وانا ساعتها هرد عليها اقول على طول انت حلوة حلوة قوي حلوة يا انجوري اهلا يا انجوري زيك اتفضلي عودي اهلا بيك شرفتي ونورتي اتفضلي عودي ايه ده انا مكسوفة قوي اني قاعدة هنا مفيش اي حاجة تخليك تبقي مكسوفة انت هتفضلي لغاية انت مكسوفة من كل حاجة اكسري الحاجز اللي بنا قولي اللي جواكي مش فهمة انت تقصد ايه يا انجوري اقصد عبري عن مشاعرك واقولي بقى الكلام اللي انا مستني اسمعه من زمان يعني عبر اقول ايه يا ريت تقولي لي انا معجبة بيك معجبة بيك معجبة بيك انا مكسوفة دلوقتي ومش عارفة اقول ايه هو ايه بس اللي انت بتقولي ده الاستاذ منتو قال لازم نتكلم مع بعض فين مشكلتك بقى بصي انجوري دي تعتبر ليلة جميلة فما تضيعيش الليل علينا في الكسوف والحاجات بقى اللي زي دي وحاولي تفكي كده ولو سمحتي حس الموضوع من جواكي وكل حاجة هتمشي بعد كده وحتبقى سهلة نه وهعمل اللي بتقوله ده ازاي هتقدري تعمليلي لما تبصي في عيني وتقوليلي انت شايفة ايه ده انا شايفة فعلا فيها حاجة فيه تراب كتير موجودة على عينك انت شكلك كده ما غسلتش وشك النهاردة تراب ايه شايفة ايه تاني موجود غير التراب طب خلينا شوف تاني كده ايه ده انا شايفة حاجة بيضة جوه انت عندك مية بيضة على عينك ها يا انجوري دي بسبب اني على طول بفكر فيكي ينهار فيد اصلا انا بطلخبط يا انجوري وبتجنن كل ما شوفك قدامي انا كنت مسدق ان انه هي احسن واحدة في العالم صدقيني يا انجوري لو قر انتهى بيكي مجيش جنبك حاجة يا انجوري انت ست حنيينة وابسيطة وكمان قوية انت بقى كل ده انت عارفة انت بتثبتي ان الست الهندية احسن ست في العالم انجوري قوليلي بقى انت شايفاني زي منا شايفك ولا لأ يا انجوري وقوليلي كمان ايه هو شعورك نحيتي وعبريلي عن اعجابك بيا لو سمحت يلا اولي يا انجوري طلع اللي جواكي لو سمحت اولي اولي يلا جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية